النهاردة كان فيه نوع من الرسالة المعنوية اللي بتوجيها وزارة الدخلية وزارة الدخلية النهاردة أعلنت وكل المعلومات اللي بقولها حضراتكم دي اللي أعلنتها وزارة الدخلية وفقاً لبياناتها والتفاصيل اللي أعلنتها بخصوص العملية اللي تمت يوم أربعة أغسطس أربعة الشهردة قدام المعهد القومي لأمرهم وكل التفاصيل الخاصة بالمسؤولين عنها الأسماء اللي حضراتكم حتشوفوها التفاصيل اللي حنسمعها معاكم متربطة في عملية واحدة اللي هي عملية المعهد القومي للأورام لكن في أسماء وفقاً البيانة اللي صادر من الداخلية مرتبطة بأعمال تانية كانت مطلوبة على زمة قضايا بيتم نظرها بالفعل في القضاء علشان أنا عارف أنه ساعات البيانات دي وحتشوفوها في كل حتة حتشوفوها في أماكن مختلفة حتى على الانترنت وفي الجرائد وفي كل حاجة بس بنحاول نرتبها أو نبسط المعلومة ونقولها لحضراتكم عشان تعرفوها بسهولة ونفك أي نوع من التشابكات يعني اللي ممكن بتحصل والأخبطة اللي بتحصل مع التفاصيل لكن المعلومات دي مرتبطة كلها في فيما أعلم من أسماء مرتبطة بتنظيم حسم المرتبط وفقاً لما أعلنته الداخلية وفقاً لكل العمليات والتفاصيل اللي كانت ظهرت على مدى الفترة اللي فاتت بالإخوان أسماء مختلفة اسم واحد فيها على سبيل المثال بقول لحضراتكم يعني بعض الملاحظات اسم واحد فيها على سبيل المثال سنه كبير البقى كلهم شباب صغير موليد نص التسعينات أو آخر التسعينات وفقاً للي أعلنته بقى الداخلية كان في بيان وكان في تسجيل لواحد من العناصر الإرهابية اللي تم ضبطه والكلام اللي هو بيقوله متناسق مع تصوير لكاميرا موجودة قدام حديقة الأزهر حنتشوف حتسمعوا حضراتكم إحنا يعني قررنا أو حطينا نوع من الربط ما بين الصور اللي شفناها واللي برضو مصدرها وزارة الداخلية بس هي صور من قدام حديقة الأزهر والكلام اللي بيقوله الإرهابي ونعرض بعد كده على حضراتكم حتى التفاصيل المرتبطة بالأسماء التانية أنا اسمي حسام عادل أحمد من حركي معاز ضميت لحركة حصم سنة 2014 وكان مسؤول الحركي المعتصر وكنت شغال في مجال الدعم اللوجيسي والقنصر وكان كل واحد فينا بياخد تكلفاته من مسؤولية التنظيم في تركيا وسودان لوحلو وعرفت في الفترة الأخيرة من مسؤول الحركي المعتصر إن أخد تكليف بنقل أحمية بيها وكتفاتينات في منطقة معينة لحد ما يجيو تكليف تاني بتنفيذ عملية بيها وكانت بتولي الزياجة قبل الحادث بيقوم عشان يودع حالو في حركة الأزهر شباب في العشرينات عنده 21 سنة موليد 98 الأسماء اللي جات فيه وزارة الداخلية فيه بيان وزارة الداخلية اللي كلها زي ما قلت لحرككم إما مرتبطة بشكل مباشر بالعملية اللي تمت فيه قدام المعهد القومي الأورام أو كمان أسماء مرتبطة بعمليات تانية وهم فعلا كانوا مطلوبين مطلوب ضطهم وأحضرهم وعلى زمة قضايا بيتم نظرها في القضا قضايا لو تفتكروا من فترة القضايا مثلا الخاصة بتخريب أو تخريب أو تفجير أبراج الكهرباء القضايا الخاصة بمعامل المتفجرات أقول لحضراتكم إحنا عندنا عدد من الأسماء الإسم الأهم طبعا وده كان فيه العربية اللي هو عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن اسمه الحركي معتص ده المنفذ وفقا للي أعلنته وزارة الداخلية النهاردة من حوالي ساعتين ولا ساعتين ونص فيه اسم تم ضبطه اللي هو حسام عادل أحمد محمد اللي هو اسمه الحركي معاز الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي بقى صورة تخص أحد الهاربين للخارج الهارب ده هو قيادي إخواني الصورة اللي كانت قابلة دي كانت اللي هو أحمد محمد عبد الرحمن الهادي ده السن الأكبر هو هارب إلى الخارج ينتمي إلى الإخوان وفقا للي أعلنته النهاردة بيانات وزارة الداخلية ده الاسم الملفاء العمرية الأكبر الوحيد اللي سنه أكبر هو من الفيون برضو فيه ملاحظة أنه عدد الأسماء اللي تم الإعلان عنها من وزارة الداخلية كلها من محافظة الفيون الأسماء التانية المختلفة اللي بقول لحضراتكم عنها واللي تم إعلانها برضو من وزارة الداخلية اللي هو إسلام محمد أوراني محمد ده الوحيد برى الفيون من عناصر حركة حسم في حلوان في اسم تاني هو إبراهيم خالد دول كان الاتنين دول تحديدا كان بيتم محاولة القبض عليهم وفقا للي أعلنته الداخلية أنه حصل واحد فيهم كان بيغطي على التاني بضرب النار باتجاه القوات الداخلية وتم التعامل معهم الاسم من الأسماء الهاربة زي الاسم اللي هو أحمد محمد عبد الرحمن الهادي اللي هو القيادة الإخواني الهارب في اسم تاني مهم لأنه شقيق المنفذ شقيق شقيق المنفذ عبد الرحمن اسمه إبراهيم خالد محمود عبد الرحمن الحكاية دي كلها واضح أنه خرجت خلال الساعات اللي فاتت زي ما أعلنت الداخلية خرجت حملتين الحملتين دول اتجهوا لوكرين وفقا للداخلية موجودين على يعني ناحيتين واحد في ناحية واحد في ناحية واحد عند طريق الفيوم في مركز قطسة على الطريق الصحراوي والتاني في منطقة الشروق ده كان فيه مجموعة اللي موجود في الشروق كان فيه مجموعة اللي موجود على الجانب الآخر على طريق الفيوم في مركز قطسة على طريق الصحراوي الفيوم كان فيه مجموعة تانية مع الإعلان اللي خرج من الدخلية بخصوص الأسلحة وبخصوص المتفجرات يبدو أنه المجموعة اللي كانت فيه على طريق الفيوم حاولت أنها تستخدم العبوات النسفة اللي كانت موجودة معاها حصل إطلاق نار على القوات اللي كانت رايحة تزبطهم وحصل اشتباك أعلنت الدخلية مصرع التمن السيناريو مشابه ومتطابق برضو في محاولة تعامل أو في محاولة إطلاق نار على القوات اللي كانت متجهة للواكر الثاني في الشروق حصل نفس الحكاية طبعا واضح جدا أنه اللي تم ضبطه اللي هو معاز أو اللي هو حسام عادل أحمد محمد ده حيبقى يعني دايما في العملات دي أنا مش خبير بس معروفة يعني أنه دايما في العملات دي بيبقى اللي تم ضبطه ده هو كنز معلومات حقيقي وكنز معلومات إن ما قالش معلومات يعني إن أضعف حاجة لو ما قالش معلومات جديدة فهو بيأكد معلومات قائمة وموجودة عند الأجهزة على سبيل المثال قاعدة المعلومات الخاصة بيها الأسماء لأنه كل دي واضح إنها كانت قاعدة معلومات موجودة عند الدخلية وتم الإعلان عنها بعد ما تم مطابقة الدي أنا أو البصمة الوراثية مع أسرة المنفذ ومع أسرة الأخوه اللي هو الهارب إبراهيم خالق دي أهم التفاصيل اللي تم إعلانها فيه بيان الدخلية من حوالي ساعتين ونصف وزي ما قلت لحضراتكم يبدو طبعا واضح إنه كان فيه إصرار من أجهزة الأمن على إعلان النتيجة وإعلان الأسماء بأوضاعها القانونية المختلفة سواء مضبوطة أو تم التعامل معاها أو هاربة قبل العيد على أساس إنه يعني تبقى رسالة معنوية مهمة وقوية شكرا للمشاهدة